السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة 11 تشرين الأول أكتوبر فبما أنه توقعاتنا على يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الجدي لغاية الساعة 34 دقيقة بعد العصر بعد عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 7 و54 دقيقة من مساء يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق والتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 58 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه موجود لغاية ساعات بعد العصر في برج الجدي معناته من الآن وحتى ذاك الوقت نصبح في هذه الفترة أكثر عقلانية من حكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 57 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 9 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين نفسيا من كثرة الأحمال أو الضغوط فممكن يتعرضوا لبعض الحوادث لأنه بيكونوا ما في تركيز وما منحسن التحكم في أفكارنا ولا كلامنا ولا ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش متعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهي طبعا مناسبة للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 3 و 52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ خلو المسار الساعة 3 و 52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي الساعة 34 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 34 دقيقة بعد العصر خلص نشعر أنه بنصير بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها ومنود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قص شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة الطعمة جديدة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات العصر هنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما من ساعات ما بعد العصر بصير النبطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا باقي عضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات ما بعد العصر هذه الفترة ما بنصح بعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة لأنه زي ما حكينا بكون الجلد والشعر هم الأكثر حساسية لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة ولكنه لا يصلح للصبغ إلا من بعد ساعات العصر ومن بعد ساعات العصر أيضا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الدلو أو رح يستقر في برج الدلو وخلوق المسار القادم رح يكون يوم الأحد بيبدأ الساعة 2 و10 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره 9 أيام الآن ساعة 11 و27 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش نبدأ باليوم العاشر نسبة الإضاءة 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد بنسبة 30% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 60% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يضل في الدلو اليوم 13 عشرة سعيد الآن بنسبة 5% ساعة الفجر سعيد بنسبة 15% ساعة الظهر سعيد بنسبة 5% ساعة العصر سعيد بنسبة 30% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 13 عشرة سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 عشرة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 70% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% قرى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 عشرة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بالظل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بتكونوا تهدوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين ويحرصوا على استقراركم من تشويه السمعة أو من المجازفات والمغامرات اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحيدين وبتصير فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة من الآن وحتى ساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات أو ممكن يجي خبر ما كان يتوقعه وبيكون فيه نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات ما بعد العصر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهميش إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح حشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن يتواجه أمر صعب ومعقد أهميش إنك تلتزم بالمسئوليات وتعتبر فترة واعدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات العصر وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي أما من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو المعاملات أو المراسلات وبيكون فيه من نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بما ذكرك أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعيدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتظل فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وبتظل فترة مناسبة لخطبة زواج توقيع عقد تجاري رغم أنها فيها بعض السلبية وضاغطة ما بينفعك فيها الصبر والمرونة من ناحية عصبية ومن ناحية نفسية لأن طاقتك ضعيفة وممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات ما بعد العصر وأنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما في مسألة ما وهي خصوصا المسائل المالية فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم من الآن وحتى ساعات العصر دون المبالغة في ذلك وأيضا بدكوا تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات العصر وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم بدكوا تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا الكلام ما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم وطاقتكم ضعيفة بيحمل لك هاي الساعات الما بعد ساعات العصر والأيام القادمة يعني نوع من أنواع الارتباط ارتباط مهم أو موعد مهم أو حدث مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات العصر وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وهي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة وصحح الأخطاء أما من ساعات العصر وما بعد بيتراكم العمل لديكم حاولوا أنه أيضا ما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعك من آداء واجباتك اليومية كما يجب تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بالتوتر برج الميزان من نسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تظهر مشكلة شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة والأجواء عدائية ومتوترة أهم شيء أنك تراعي وضعك الصحي أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات العصر وبتظل فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما من ساعات ما بعد العصر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وما تخال في القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي من الآن وحتى ساعات العصر مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات وتعتبر يعني ما زالت فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما من ساعات ما بعد العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لإسماء صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات العصر وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو بيكون فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما من ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش أنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وانت بحاجة لكل التعاطف والتضغم بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زال الجو ضاغط بما أن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فبدكوا تنتبهوا لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتهدأ وطيرتك وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للعمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات ما بعد العصر بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بوسعكم تعسيز صداقاتكم ولكن بنصحكم من الآن وحتى ساعات العصر تنجزوا كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ساعات العصر لأن القمر بوصل لبيت متاعبكم ولكن من الآن وحتى ساعات العصر منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وبإمكانك تعزيز شعبيتك أو تحصد أرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من ساعات ما بعد العصر بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاضروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر